دوني أروح لفرجينيا مع الأستاذ توماس جورجي سيان المحلل السياسي أستاذ توماس مساء الخير مساء النور يعني إزاي بتتابع النشاطات التغريدية للرئيس المنتهى يا ولاية ترامب أولا يجب أن أقول أن التغريدات ترامب لم تعد نافذة المفعول أو بتعبير آخر يعبر عن الرئيس المنتهي ولايته أغلبها يائسة بائسة على أساس أنها حتى تكتب بكابتل لترز يعني بحروف كبيرة جمل قصيرة وكلها تتحدث عن نفس الموضوع وكأن كما أقولت من قبل وكما أقول دائما كأن الحياة الأمريكية أو التاريخ الأمريكي بدأ به وسوف ينتهي به ولكن هذا التأكيد ليس هو حقيقة الموقف وتحديدا هذا الوضع الموحير والمفلك تم حسبه بشكل نوع آخر مع المحكمة العليا القضائية العليا التي قررت أن ليس هناك أي داع لإعادة النظر في الانتخابات كما كان يتوقع الرئيس ترامب عندما قام أيضا بتعيين ثلاثة وآخرهم قاضية في المحكمة الدستورية العليا على أساس أن هناك نوع من الضمان القضائي الدستوري التشريعي لضمان ولاياته أو استمرار ولاياته لفترة إنسانية ولكن كما قلت هو بالنسبة له طبعا خسر المعركة ولكن يريد أن يقول أنه لم يخسر الحرب ويريد أن يعرف أتباعه أنه لم يخسر الحرب وأنه سوف يستمر في خوطها حتى 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 ولكن سيد سومس ألا يمكن أن ينعكس ذلك سلبا على المجتمع الأمريكي على حتى الحالة الأمنية يعني إحنا بنسمع أنه بتحصل منوشات وعمليات احتكاك ومشاجرات وطعن حتى وصل في بعض الولايات يعني لما يكون أنصار ترامب يسمعوا رئيسهم وهو بيقول أن هذه الانتخابات هي الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد هناك مخاوف وبالتأكيد هناك أحداث حدثت مثل ما حدث بالأمس في واشنطن على العاصمة الأمريكية وعلى بعد شوارع من البيت الأبيض عندما قام براوت بويز المجموعة اليمينية المتطرفة المتعصبة أو العنصرية كما نقول قامت بحسب التقارير الأمنية الموزاعة أن هناك تسع طعنات تمت في هذا الإطار تسع طعنات وهناك انتهاك لبعض الكنائس التي هو عرف أنها يتردد عليها السود على أساس أن هناك بعض الرموز في نظر بعد هؤلاء الأفراد من المنظمة العنصرية تعد رموزا سوداء فلا يصح أن يكون متواجدة على أرض أمريكية بالتأكيد هناك حدثة من قبل من أسبوع أو عشرة أيام نوع من الحصار المسلح لأحد مسؤولي ولاية ميشيجن وهناك قضايا حواليس متعددة على امتداد بعض الولايات ولكن بالتأكيد هناك مخاوف وهناك تركب ولكن كما يقال الهدف الأساسي من ما يفعله ترامب في هذه المرحلة هو أن لا يفرح بايدن بفوزه أساسا أن هناك نوع وحتى أنه وصف أن سنوات بايدن ستكون كارثية وسوداء وفاشلة من الآن يعني هو سيكون البعبع الذي سيخرج في كل وقت وكل حين للرئيس المنتخب جو بايدن ما توقعاتك الشخصية أساس توماس وتوقعات الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة عن سيناريو 20 يناير اليوم الذي يتسلم فيه بايدن السلطة هل نشهد سيناريو أو مشهد متكرر في السنوات السابقة لما تسلم عفواً ترامب من أوباما وكانت مراسم يعني متحضرة ولا يعني هيكون فيه ملمح ترامباوي المرة دي بالتأكيد نحن كما أقوله دائماً نحن نجح نعيش ونعاني من زمن ترامب وبالتالي المزاج الترامبي الذي سيسيطر على هذا الموقف بشكل نوع آخر طبعاً كلما اقترب موعد النهاية أو موعد خروجي من البيت الأبيض لا أحد يعرف بالضبط ماذا سيحدث هناك احتمال البعض يقول هنا أن هناك احتمال أن يخرج ترامب في أجازة الكريسمس كما يقال هنا ولن يعود ويذهب إلى فلوريدا ولن يرجع أبداً فبالتالي سيتم التسليم من غير وجوده وهناك احتمال آخر أن يكون هناك نوع من الرالي الشعبي أو يقوم به في نفس توقيت استلام السلطة الثانية عشر زهراً يوم عشرين يناير في مكان آخر سواء كانت قريبة أو بعيدة من واشنطن وقد تكون بعيدة من واشنطن في تجمع شعبي يقوم فيه بإلقاء خطاب في نفس التوقيت على أساس كما يسمى في لغة التليفزيون سبليت سكرين يعني هناك يكون هناك نوع من وهو كما هو معروف لا يريد أن يختفي من الأضواء ولكن كل هذه الاحتمالات وكل هذه السيناريوهات قابلة للتغيير وقابلة لكل شيء محتمل هذه اللحظة فمجموعة الأشخاص التي تم التخلي عنهم في الأسبوعين الماضيين عدد كبير مجموعة الأشخاص الذين كانوا يشتغلون في إدارة ترامب وقد استقلوا بإنستاناتهم عدد كبير وكل من حاولوا يريد أن ينجوا من السفينة الغارقة ولكن ترامب يريد أن يبقى ترامب يريد أن يحدث ضجيجا كرامب يريد أن كما يقال في التعبير المصري الداريج يرمي كورسي في كلوب فبالتالي هو موجود ومتواجد لحين إشعار آخر يمكن تجاوب على السؤال بطريقة أخرى بشكرك شكرا جزيلا لأساز توماس جورجي سيان المحلل السياسي من فيرجينيا